لو الحديث ضعيف ولم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنسان يريد مسلم طبعاً يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل في الصباح والمساء بهذه الأحاديث هل يأثم إن قالها وذكر الله عز وجل بها؟ شوف في الصحيح كفاية يعني في الكلمة الطيب لشيخ الإسلامي تيمية هو الشيخ الألباني يعني نظر فيه وأخرجه بعنوان صحيح الكلمة الطيب فلما تنظر فيه الشيخ بيقول يعني في كلامه إنه لو نحن اكتفينا على الصحيح ولن نستطيع أن نستوعب كل الصحيح فلو اكتفينا على الصحيح ففيه كفاية فذكر الله سبحانه وتعالى عبادة فنكتفي فيها على الصحيح من الممكن أحاديث يكون فيها خلاف معتبر بين أهل العلم فكل أمر فيها يسير يعني يجوز من يعمل بها إن كان يرى أن الخلاف فيها معتبر يجوز لكن يتفق أهل العلم على ضعف حديث فهذا لا يجوز أن نعمل به نعم جزاق الله خير هذا أيضا ينطبق على الأذكار شيخي نعم على الأذكار نعم